الآن نحن بصدد عرض أمام العالم كله لهذه الجرائم الإسرائيلية كيف تقيم هذا اليوم؟ يعني لسه نوصل لفكرة الأثر لكن أنا أتحدث عن الأثر الذي جرى طوال هذا اليوم من عرض قانوني رائع ومبهر وبشكل رسمي تابعه كل وسائل إعلام في العالم كلها ماذا استفادت القضية الفلسطينية من هذا اليوم؟ القضية الفلسطينية استفادت كثيراً أن إسرائيل تتشدق دائماً بأنها الدولة الديمقراطية الأعضاء في الشرق الأوسط وأنها الدولة التي تحترم حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وتختبئ دائماً وراء الهولوكوست أن أي حد يهاجم إسرائيل أو ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتهم إسرائيل مباشرةً بمعاداته للسامية وبتأييده للهولوكوست وما إلى ذلك التوجه الآن هو أن نثبت أن إسرائيل التي اتعاملت اتفاقية سنة 48 عشان الاعتداءات التي تمت عليها من النازي والتي قدت إلى موت حوالي 6 مليون يهودي في أثناء الحرب العالمية هي نفسها التي ترتكب هذه الانتهاكات وبالتالي هنا في قيمة أخلاقية علية جداً